أبناء القيامة لكم تحية القيامة تحية جسور القيامة والحياة المحبة هي التي جعلت يسوع يعمل العجائب وأيضا المحبة هي شرط المشاركة في قيامة يسوع وفي محبة يسوع أجل المحبة شرط القيامة وشرط لجميع أبناء القيامة وهذا ما عبر عنه القديس بولوس القديس يحنى الإنجيلي اللهوتي النصر المحلق في تعابيره الروحية وهو الذي أعطى لنا هذا التعبير جميعاً لله الذي لا يعبر عنه قائلاً الله محبة بهذه الكلمة غير شكل الله محبة وحيد يحنى الإنجيلي والوحيد لكل تعاليم البشرية أن الله الذي لا يحدد أن نقول الله الله محبة ويحنى الرسول هو حقيقة رسول المحبة ورسول القيامة وهذه بعض الآيات الجميلة من تعاليمه في رسائله عن المحبة من قال إنه في النور ويبغد أخاه وفعدوا في الظلمة بيتاً بالضلامة إذا نقول نحب الله نبغد أخونا نحن في الظلمة ولم يشق عليه نور المسيح القائم من الموت لأنه لا يحب ما في نور للذين لا يحبون ويقول محذراً يحنى لأن تشبه بقايين الذي إذ كان شريراً ذبح أخاه ولماذا ذبحه لأن أعماله كانت شريراً إذن لم يكن ثابتاً في المحبة غريب عن المحبة لذلك قتل ويؤكد طريقة رأيها بهذا قد عرفنا المحبة أن المسيح بدل نفسه لأجلنا يعني مات لأجلنا فيجب علينا نحن أيضاً أن نبذل نفوسنا من أجل إخوة يعني أن نحب الإخوة نبذل نفسنا عن إخوة نحبهم هذا يعني أنه يجب علينا لكي نظهر أنفسنا في خط المحبة أن في خط القيامة أن نكون أبناء المحبة أنت أبن القيامة إذا كنت أبن المحبة ونستعد أن نموت لأجل بعض البعض ليس موت فقط لكن كل ما نعمله جهد تضحية غفران كل هذا النوع من الموت لأجل الآخرين ونقول معه مع القديس يحنى هذا القول المأثور نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة أبناء القيامة أبناء المحبة ومن لا يحبه يثبت في الموت ظل ميت اللي ما بحبه إذن تبهوا بحياة اليومية إذا ما كان كل يوم في محبة موت من لا يحبه كل يوم يثبت في الموت كل من نبغد أخاه وهو قاتل كل من نبغد أخاه قاتل شو هذا شو هذا التعاليم العظيمة تعاليم الحياة وتعلمون أن كل قاتل ليس له الحياة الأبدية أنت قاتل لا يمكن تدخل السماء يعني إذا أنت لم تحب لن تدخل السماء ويقول أخور أخيرا من لا يحب إذن لا يعرف الله لأن الله محبة إذن من لا يحب لا يعرف الله كيف يريد أن يعرف أخه لا يحب الله كيف يحب أخاه إذن من لا يحب لا يعرف الله لأن الله محبة ويقول أخيرا بهذا يقوم كمال المحبة فينا أن يكون لنا من أثقة في يوم الدين المحبة شرط القيامة ولا قيامة بدون محبة وأخيراً أخيراً أخيراً في آخر المطاف المحبة هي موضوع الدينون كما نعلم من تلك العظة عظة يسوع الذي يدعونا إلى القيامة إلى الحياة إذا كنا نحب الإخوة يدين الله الإنسان على آمال المحبة والرحمة آمال المحبة والرحمة هي آمال القيامة ندخل الحياة نشترك في القيامة نكون عن الميامن إذا كنا نحب بعضنا بعضاً أن نعمل آمال الرحمة إطعام الجياع إرواء العطاش إيواء الغرباء إكساء العرات افتقاد المرضى زيادة السجناء كل هذه منحتاجها اليوم هي سبيلنا إلى الحياة إلى القيامة من طريقها نستحق القيامة وفقدان هذه آمال آمال المحبة وفقدان الحياة وبالعكس المحبة قوية كالموت أقوى من الموت والمحبة هي التي تدخلنا إلى الحياة الأبدية المحبة أقوى من الموت يعني المحبة تقيم الموت الموت تمنع الموت تزيد أسباب الموت ضمد الجراح تمسح الدموع المحبة تعيد الأمل والرجاء المحبة تبعث الثقة والطمأنينة ترشد الإنسان إلى الخير وإلى المغفرة تعزي تؤدي النصحة حقا حقا المحبة قيامة ومن لا يحب فهو ابن الموت وليس له قيامة أجل نحن مدعوون أن نكون أبناء القيامة أبناء المحبة أن نكون فاعلي خير أن نكون قاربين لكل إنسان وأن نكون قادرين أن نعمل عجائب المحبة باسم يسوع الذي أحبه فأقام الأموات والعجائب وهو القيامة لأنه إلى المحبة لأن الله محبة شكرا ترجمة نانسي قنقر